هنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة أكد مدبولي أن هذه المناسبة ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة وكريمة